طبعا هذي السماعات الشي المميز بها عد ما تفتح الغالق تحسها ذكيلك بسبب إضاءة الارجيبي اللي موجودة متدرجة بإفكتات عجيبة مع تدرج الألوان على سماعات نفسها يجيب سعر 49 دولار فقط وفرها عدنا الخط المميز الوكالة الحصرية لزتي اي بالعراق عدنا أول ما تفتح السماعة من العلبة رح يلفت انتباهك التصميم للكيس نفسه تشوف أنه مو بيضوي عكس السماعة اللي موجودة اليوم فدء انحناءات بهم وانكسارات موجودة تقدر تقول أنه تصميم كريستالي عد ما تمسكه بالإيد مسكته جدا مريحة وما ينزلق بكل سهولة ولكنه عد ما تفتح الغالق فهنا هتشوف الأضاء اللي موجودة تاخذك العالم ثاني ومباشرة هذي السماعة هتدخل قلبك الأضاء اللي موجودة عبارة عن ثلاث خطوط موجودة بمقدمة الكيس نفسه دلالة على الشحن اللي موجود وبنفس الوقت تطيك انيميشين مع الأضاء اللي موجودة بالأعلى مع تدرج الألوان على السماعات نفسه بين الأبيض والأحمر طبعا هنا الكيس نفسه يجي بشاحن تايب سي موجود يدعم الشحن السريع واعتقد هنا مفيد ميزة جدا راعة ما تتأخر عندك هذه السماعات عندما تخليها على الشاحن نفسه أما بالنسبة للسماعات نفسه فهنا السماعات بها طبقة ربر غريبة نوعا ما بالنسبة للتبس لغلق الإذن هتعزلك كمية الضوضاء أو الضجيج اللي موجود بالخارج الزعانف اللي موجودة بالربر نفسه اللي تنطيك ثباتية أكثر بالإذن شوف أنه قاعدتها بالإذن عكس السماعات اللي موجودة اليوم أنا استعملت سماعات كثيرة كل السماعة تتميز بطريقة معينة تثبت بالإذن ولكن بصراحة هنا أنا أشوف بها أريحية تامة مع التبس المعينة اللي تتلبسه الخاص بإذنك وبحجم إذنك فهنا توقع حتنطيك إغلاق كامل للأصوات اللي موجودة بالخارج طبعا هنا أنا الحلو بالموضوع أنه السماعة رح تصمد معاك لمدة ساعتين أو ساعتين ونصب الاستخدام المكثب أما بالاستخدام المنقطع فممكن أنه هي تقعد معاك لمدة عشر ساعات زاد أنه من الشغلات الرائعة أنه هذه السماعة مع كمية الأضافات اللي موجودة بداخلها بسعر 49 دولار فقط أشوفها اليوم بهذا السعر ممكن تنافس السماعات كثيرة موجودة طبعا هنا تجي ببلوتو الجي الخامس تعمل معاك كل الأجهزة اللي موجودة اليوم والشي الحلو بالموضوع أنه نسبة التأخير الخاصة به هي 35 ميلي ساكند هذا الشيء أكيد رح يفيد بالنسبة للأشخاص اللي يلعبون بوب جي أو الكثير الألعاب هنا بالألعاب الأونلاين حتنقلك الصوت وبكل سرعة أما بالنسبة تجربة السماعات اللي موجودة هنا بصراحة أظلم السماعة من أوصفها اليك وصفا وهذا الشيء أنا مسؤول عني عندما تستخدم مثل هذه السماعات نفسها بها نسبة بيز جدا عالي درجة الصوت نقية ومحيطية بشكل جدا جدا جميل وعندما تجربة مكالمات هنا بسبب المايك اللي خلتها إليك ردماجك بالذيل الأسفل أو بنهاية الذيل الأسفل للسماعات نفسها على الجهة الداخلة هنا تنطيق نسبة نقل للصوت احترافية يعني ما تواجه صعوبة إذا أنت تستخدم هذه السماعات عندما تكونوا بمكان عام أو بأصوات خارجية وضجيج فاللي تتخابره أو اللي تتصل بمباشرة هاتقل لهذه السماعات الصوت الخارج من عندك أنت شخصيا وما يشوف أنه عندك أي معاناة أما بالنسبة الآخر النقطة بصراحة اللي فتت انتباهي من خلال استخدامي لهذه السماعة فهنا عندك الأضاءة اللي تكون تدريجية موجودة على كل سماعة واللي تفتخر بها ريد ماجيك مع الشعار الخاص به أنه هي تكون بها فت إنيميشن مع الموسيقى نفسها عندما تشغل الموسيقى تشوف أنه هذه الأضاءة تتلاعب مع الموسيقى نفسها وهذه حركة جدا جميلة طبعا عندك كونترول على الجيل يمن أول إسرة تقدر تتحكم باليقاف والتشغيل تقدر تفتح خط وتغلق خط بالنسبة للمكالمة نفسها على كل الجهتين ولكنه إلى الآن الأبليكيشن أنا مجربت تجربة كاملة فبالنسبة لهذه السماعات أشوفها بسعر 49 دولار سعر جدا مميز ومنافسه بشكل جدا كبير للسماعات الموجودة اليوم والتي تطرح بالأسواق بأسعار مختلفة فلينها ننتهت حلقتنا مع سماعات الردمات شوفوا أن تستحق أو لا أنت ورأيكم أسفل التعليقات نلتقى بحلقات قادمة إلى ذلك الحين أصدقائي في أمان الله